بحب أدخل الشفان في النظام الغذائي لأنه من أكتر الأكلات كنشويات إحنا مشكلتنا على فكرة عموماً دايماً بتبقى في النشويات أفضل أنواع النشويات اللي بتبقى معمولة من الشفان لأنه هو بيحسن من حسية الإنسولين فبالتالي مريض مقاومة الإنسولين أو مريض السكر محتاجه بيدي إحساس بالشبع مدة طويلة عشان فيه نسب ألياف كبيرة جداً وكمان محتوى من البروتين حوالي 15% مفيش مصادر نشويات فيها 15% بروتين غير الشفان فدايماً بحب أن أنا أدخله بصورته الطبيعية اللي هو يتحط على زبادي أو على لبن أو الناس تطحنوا وتعمل منه عيش يعني حتى في مرة حد بيقول لي ده عيش الشفان ده غالي أنا مش هقدر اشتريه طلق تشتريه لي إنت ممكن مع علاقتين شفان تطحنهم في المطحنة أو في البلندر أو أي حاجة هيدوك طودر زي الدييق كده وشوية ما يصغيرين وتخلطهم كويس جداً جداً وممكن تحط نقطة خميرة وتسيبه شوية بقت عجينة خلص بقت عجينة وتعمله في طاصة هيبقى شبه الكريب ولو سيبته شوية هيفتح معاك وهيبقى عامل زي ساندويتش مش بيكلف حاجة خالص والشفان يعتبر أرخص من الأمح يعني الشفان سعره أرخص من الأمح الشفان طبعاً الشفان طبعاً الشفان بدون منازع ولو بنتكلم على المبدأ بتاع مضادات التغذية والفايتيت اللي موجود في الشفان اللي بيقلل شوية من منصاص الفيتامينات تموها العش السن في ردة والردة بتقلل من منصاص الكالسيا عشان كده بقى يعني طبعاً الحتة دي